بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط النشر والتحليل رقم 2 إذن أبنائي لننطلق على بركة الله قال لتكون العبارة أ حيث أعطيت لنا عبارة أ ها هي أمامكم يا أبنائي انظروا جيدا ها هي العبارة أ التي تساوي لنا ماذا؟ 2x زائد 5 لكل مربع ناقص 6 و 30 السؤال الأول قال تحقق أنه إذن نكتب مباشرة التحقق أنه التحقق أنه ماذا أبنائي؟ أن هذه العبارة أ تساوي عبارة لها عبارة ثانية التي هي هذه العبارة تابعوا جيدا إذن هكذا يعني أراد منا أن نثبت أن هذه العبارة هذه العبارة يا أبنائي تساوي لنا هذه العبارة إذن هنا ما علينا أبنائي إلا ماذا؟ إلا نشر العبارة هذه نقوم بنشره إذن نقوم لاحظوا نكتب نقوم بنشر هذه العبارة تعالوا نشرها قبل أن نقوم بعملية النشر يا أبنائي سوف أذكركم بشيء وهو المتطابقات الشهيرة عندنا المتطابقة الشهيرة تقول A زائد B الكل مربع تساوي لنا ماذا؟ مربع الأول وهو A مربع زائد ماذا؟ زائد B مربع زائد ضعف الجداء يواء اثنان A B إذن هنا أبنائي ما علينا إلا أن نقوم ها هي العبارة أمامكم انظروا سوف نطبق على ماذا؟ على هذا المثال لأنه يشبه هذا أين هو الآ أبنائي؟ ها هو الآ و ها هو الآ تعالوا نقوم بهذه العملية رويدا رويدا ماذا يصبح لنا يا أبنائي؟ يصبح لنا A يساوي لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى تتعلم ماذا يساوي لنا؟ يساوي هذا مربع وهو كما هنا أشير تصبح لنا ماذا؟ اثنان مربع كامل وهي أربعة والإكس لما نربعه يشبه لنا إكس مربع إكس لما نربعه زائد عندنا هنا زائد ها هو القانون زائد ماذا أبنائي؟ زائد هذا مربع كام؟ خمسة مربع وهي خمسة وعشرون زائد انظروا هنا زائد زائد ماذا أبنائي؟ إثناني آ بي إثناني آ بي ركزوا هنا ربما حتى لا تختارت عليكم الأمور أبنائي إثناني نكتب هنا إثنان الآ قلنا هو هذا وهو إثنان إكس وفي البي ما هو البي أبنائي؟ ها هو البي اللي هو خمسة ناقص عندنا هذا العدد لا دخلنا فيه اللي هو ناقص ستة وثلاثون نكتبه كما هو فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أ يساوي وعلينا أن نصل إلى هذه العبارة إن لم نصل إليها فنحن مخطئون لأن هذه اسمها أ وهذه اسمها أ يعني علينا أن نجدهم أنه متساوية إذا نصبح لنا أربعة إكس مربعة زائد خمسة وعشرون عندنا هذا في هذا كم يأرون أبنائي؟ أربعة إكس لاحظوا أربعة إكس في خمسة كم تعطينا؟ هذا في هذا يعطينا عشرون إكس إذا نكتب هنا زائد ماذا أبنائي؟ زائد عشرون إكس ناقص ستة أو ثلاثون يبقى كما هو نكمل الآن أبنائي تصبح لنا أ تساوي هذا الأربعة إكس مربعة يعني هنا الترتيب هذا إكس مربعة يعني لا يوجد الأخاه يبقى كما هو لهو أربعة إكس مربعة وعندنا كذلك هذا عشرون إكس لا يوجد أخاه يعني لوحده زائد عشرون إكس هكذا وعندنا هذا مع هذا يا أبنائي كم يعطي لنا؟ أكيد سوف يعطي لنا الناقص يعني لو تجعلوا بالآن حسبة تلقيكم الناقص 11 هل وصلنا إلى المطلوب؟ نعم وصلنا إلى المطلوب ها هو يا أبنائي الذي يشبه نفس أو يساوي نفس العبارة التي طلبت منها ها هي انظروا جيدا ربما يقول أحدكم ها هي يا أبنائي وقارنوا بينهم هل هم متساويتان؟ نعم إنهما متساويتان الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي جاء السؤال الذي بعده قال حلل العبارة أ إلى جداء عاملين نقول تحليل العبارة كيف اسمها يا أبنائي؟ اسمها أ هنا يا أبناء الكثير ربما من الطلبة يقول يا أستاذ سوف نقوم بتحليل هذه العبارة يا أبنائي هذه العبارة أصبحت منشورة يعني يصعب عليك أن تجد لها تحليل ما عليك إلا الإتيان بالعبارة الأولى التي أعطيت لك الذي هي هذه العبارة أما العبارة التي تأتي في النشر فيصعب لك أن تقوم بتحليلها الآن لاحظوا جيدا نقطة نقطة هنا يا أبنائي كذلك لو نتذكر لتحليل هذه العبارة علينا أن نتذكر جداء شهير مشهور وهو المتطابق الشهير الرقم ثلاثة ماذا تقول المتطابق الشهير الرقم ثلاثة؟ تقول A مربع ناقص B مربع تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا A زائد B في ماذا؟ في A ناقص B هذا هو القانون الذي مشهور به لاحظوا نقطة نقطة أبنائي ها هو انظروا جيدا هذا هو كليا هذا هو كليا هذا كليا أ أعيد حتى تفهموا يا أبنائي هذا هو A مربع وعندنا ها هو ناقص B مربع يعني هذه القيمة كليا اسمها A مربع ناقص B مربع لاحظوا جيدا ماذا تقول القائد الآن؟ هذا عرفنا أنه مربع أما هذا لم نعرف أنه مربع في الأصل أليس هو ستة مربع؟ نعم إنها ستة مربع وهذا عنده مربع فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ تصبح لنا A تساوي A ها هو الـ A انظروا A وهو 2X زائد 5 انظروا جيدا زائد B ها هو أبنائي B وهو ماذا؟ وهو ستة انظروا نقطة أبنائي حتى تعلموا هكذا في ماذا؟ في A ها هو الـ A وهو 2X زائد 5 زائد 5 ناقص ماذا؟ ناقص B ها هو الـ B يا أبنائي لأن مربع B نحتاج الـ B فقط ناقص 6 ونقوم بغلق القرص فماذا ينتج يا أبنائي؟ لاحظوا نقطة أبنائي حتى تتعلم وتصبح لنا A يساوي 2X زائد 5 بما أن هنا عندنا زائد لا يحدث أي شيء نكتم مباشرة زائد 6 ونقوم بغلق القرص هكذا ثم في ماذا؟ في 2X زائد 5 ناقص 6 لأن هنا عندنا ناقص ثم نغلق القرص فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أن A تساوي 2X أما هذا مع هذا بما أنهم ليس لهم X فيجمعان فتعطي لنا كم؟ 5 زائد 6 ثم زائد 11 في ماذا؟ في عندنا هذا 2X يبقى لوحده أما هذا فتعطي لنا ناقص ماذا؟ ناقص 5 ناقص 6 هنا نجعل عملية نقص ونحتفظ بإشارة الكبير وهذا 6 إذا نصبح لنا هكذا تحليل هذه العبارة إلى جداء عاملين الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي ونحن على الصواب لاحظوا جيدا حتى تعرفوا انظروا إلى هذه العبارة التي وجدناها وهذه التي جاءت في السؤال الذي بعده تظهر أنهم متساويتان ثم جاء السؤال الذي بعده قال لاحظوا ماذا قال سوف نقوم بجلبه ها هو ماذا قال قال نقوم بحل هذه المعادلة بحيث تساوي لنا السفر حل المعادلة هذه لاحظوا هنا الأبناء هنا الأمر جد بسيط عليكم أن تتذكروا شيئا واحد إذا كان عندنا جداء عددين يساوي السفر فإن أحدهما يساوي السفر إذا كان عندنا هذا A وهذا F نتابع في ماذا في B يساوي عفوا نقدم السفر هنا يساوي السفر فماذا تقول القاعدة إما A هو الذي يساوي السفر أو B هو الذي يساوي السفر هذه القاعدة التي درستمها أين هو ال-A وأين هو ال-B ها هو A وها هو B إذا ماذا ينتج نقول أي أي أن 2X زائد 11 هو الذي يساوي السفر أو ماذا يا أبنائي أو 2X ناقص 1 هو الذي يساوي السفر يعني بلغة إذا قلنا يوجد لنا 2 ويوجد خبزة إذا دخلنا عليهم وجدنا أن الخبزة قد أكلت من أكلها يا أبنائي إما أكلها ال-A هذا من أكل هذه الخبزة أو أكلها ال-B أو أكلها مع بعض حتى تفهموا هذه الفكرة يعني السفر أفرضه كأنما خبزة فماذا ينتجي يا أبنائي هنا نأتي الآن إلى حل هذه المعادلة لاحظوا 2X زائد 11 سيساوي فننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج ينتج لنا 2X يساوي بما أن هذا ليس فيه إنما الزائد والناقص فغير إشارة فصبح لنا هكذا ومنه ماذا بما أن 2 في تقول قاعدة إذا كان في فينقل إلى المقام مع إشارته فيصبح لنا X يساوي ناقص 11 على ماذا على 2 نأتي الآن إلى المعادلة الثانية لهي 2X ننقل هذا إلى هنا فيغير إشارته فيصبح 1 فيصبح لنا X يساوي بما أن هذه 2 في فنصبح لنا 1 على 2 ها هم قد ظهر حل هذه المعادلة وممكن أن نقول أس يعني مجموعة الحلول أس تساوي لنا الحل الصغير ثم الحل الكبير وهو ناقص 11 على ماذا على 2 والحل الأخر الذي هو نصف هذه هي حلول هذه المعادلة يا أبنائي بأبسط طريقة وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد أعجبكم الشرح وزوروا صفحة التي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نردين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته